وفي تصريحة خاصة لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين أكد عدد من الدبلوماسيين وسفراء الدول العربية الشقيقة في مملكة البحرين أن ما تشهده المملكة من تقدم ونجاح تنموي واقتصادي كبير في شتى المجالات يأتي عكاسا للرؤى والتطلعات الحكيمة لجلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خصوصا في مجالات السياسة الخارجية الناجحة والعلاقات الدولية المتميزة للمملكة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة يستقبل الشعب البحريني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز مناسبتين عزيزتين اليوم الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم فقد شهدت البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم نقلة نوعية في المجالات كافة على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية والعمرانية تحقت بفضل الرؤى الملكية الحكيمة لجلالة الملك يعضضه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة والذي أولت حكومته اهتماما بالمواطن وجعلته المحور الأساس لكل أهداف التنمية بتحديث النظم والمؤسسات وإقامة قاعدة اقتصادية صلبة ومتينة وتعزيز مكانة المرأة والشباب وصون حقوق الإنسان العلاقات الثنائية ما بين مملكة البحرين ومملكة الأردنية الهاشمية هي علاقات مميزة واستثنائية وتعتبر انموذجا للعلاقات العربية فهناك دائما تطابق في الرؤى والتطلعات وقد أرسى دعائم هذه العلاقة سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فهناك انسجام في المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية القضية المركزية فكما تعلم هناك توافق على ضرورة وقف الحرب على الأشقاء والأهل في غزة وضرورة السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى القطاع وأن التهجير للأشقاء الفلسطينيين هو خط أحمر ولا سلام ولا استقرار ولا ازدهار للمنطقة كافة إلا بالعودة إلى السلام وأعطاء الشعب الفلسطيني حقه الشرعي في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة له في ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة عام 1783 في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ومملكة البحرين تحتفل في هذه الأيام بأعيادها الوطنية المشيدة هذه الأيام التي تزهو بها مملكة البحرين بما تحقق في ظل الحكومة الرشيدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة تعتز مملكة البحرين وشعب البحرين وكل المقيمين وكل الشعوب العربية بالإنجازات التي تحققت في هذا العهد الزاهر والتي تحققت في ظل حكومة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان في كثير من المجالات الرياضية والثقافية والإنسانية والاجتماعية والمؤتمرات العديدة التي عقدت خلال الشهور الماضية هي محل اعتزاز وتقدير لكل بحريني ولكل مقيم ولنا كشعب فلسطيني نعتز بهذه الإنجازات المميزة والتقدم والازدهار في مملكة البحرين الشقيقة يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي صاحب الجلالة لمقاليد الحكم مما لا شك فيه أن مملكة البحرين الشقيقة شهدت طفرات تنموية هائلة في مختلف المجالات والمصارات ومما أدى إلى زيادة معدلات النمو في مختلف المصارات التنموية نتمنى لمملكة البحرين الشقيقة مزيد من التقدم والاستقرار فهي عنصر أساسي من عناصر الدعم العربي وعناصر الدعم الأمن القومي العربي وانتهز هذه الفرصة أيضا للإشادة بالعلاقات المتميزة والتاريخية والرائدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والتي أأمل أن تشهد مزيد من التقدم والازدهار بفضل العلاقات الراسقة على المستوى القيادات السياسية ومستوى الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر